فيديو حادث وفاة المصور اليمني حزيف اسماعيل الوصابي بعد أن سقط من أعلى شاشة عملاقة يحزن اليمنيين توفي المصور اليمني حزيف اسماعيل الوصابي بعد سقوطه من أعلى إحدى الشاشات العملاقة والمخصصة لعرض خطاب عبد الملك الحوثي في ميدان السبعين بصنعاء أثناء الاحتفال بالمولد النبوي حزيفة نشر صورة في حالته على الوطس قبل سقوطه وعلق عليها قائلا الله يسطر على الشاشة التي أنا فوقها الحشود في تزايد لكنه فعلا سقط كما توقع وأعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف فجعنا باستشهاد المصور الإعلامي حزيفة على اسماعيل الوصابي أثناء التطوع بمشاركته في تغطية المولد النبوي وقالت وزارة الأعلام تشيد بجهود الإعلام الوصابي وإسهاماته الكبيرة في تغطية الاحتفالية ودوره في نقل مشاهد مناسبة المولد عبر وسائل الإعلام المختلفة الوطن خسر برحيل الشهيد الوصابي أحد الإعلاميين المتفانين في أعماله وأعلنت وزارة الإعلام خالص التعازي والمؤساء لعائلة الفقيد رحم الله الفقيد وأسكنه في سيح جناته نسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة